تم انتخاب ما يقرأ من ثلاثة ألاف نائب في المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني وهم يأتون من مجموعة واسعة من الخلفيات من عاملين في مجال الرعاية الطبية إلى عاملين في المجال الديني قد تحدث بعضهم عن الموضوعات التي يهتم بها أود أن أقترح هذا العام أن يتيم الاعتراف بتقنية جديدة المسجلة في السين من قبل دول المشاركة في مدات الحزام وطريق هذا يعني أننا لا نقوم ببساطة بتستير المنتجات ولكن أيضا تستير نظام الشهادات الخاص بنا ستساعدنا لزالة العقبات القانونية بشكل كبير في أسول إلى أسواق الخارجية المجلس الوطني لنواب الشعب يعمل للشعب من ناحية سأفكر في الأشخاص من دائرة الانتخابية ومن ناحية أخرى أحتاج إلى النظر في الصناعات على المستوى الوطني على سبيل المثال جودة وأسعار الدواء يرحب المزارعون بالأدوية على الجودة ولكن إذا كان سعر البيع هو نفس سعر الدواء السيء الصنع فلن يرقبه في زراعته بعد الآن هذه الدعوة من مزارع الأدوية أحتاجوا لاستجابة لها لقد استقبلت العديد من الزوار الأجانب والديبلوماسيين والصحفيين وتسأل بعضهم عما إذا كانت الحكومة تقمعنا نحن المسلمين أو تقايد أعداتنا أخبرتهم أن هذا غير الصحيح وأتمنى أن يتمكنوا من رؤية الحقيقة بنفسهم نحن فخورون بأن نقول أن صناعة الهيدروجين في الصين وكذلك صناعة خلايا وقود الهيدروجين هي من بين المستوى الأول في العالم إنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله وإضافته في كل من تطوير التكنولوجيا والتصنيع يحتاج إلى التحسين وهذا التحسين مطلوب بشدة اشتركوا في القناة